ارجع عليكم مازلنا مواصلين معاكم حتى للتسعة كيما قلنا دونك باش نحكيوا على اهم الاخبار الاقتصادية الرياضية في بورس سبورتيفة باش نعملوا حاصلة على اهم مسار عام 2023 اقتصاديا بطبيعة ورياضيا سيرتو انو نحكيوا على برشا حاجات ساروا عام 2023 معتا كان نرجو سنوات التالي ما كناش نحكيوا برشا على الاقتصاد المرتبط بالرياضة لكن عام السنية كانت انطلاقة كبيرة برشا حتى نشوف اللي زارتيك اللي اللي موجودة على اللي ريزو سوسيو واللي سيت انترنات المهتمة بالاقتصاد الرياضي ولين نحكيوا برشا على السعودية او الحال اللي قاعد تستثمر في الملعبية وفي الرياضة نحكيوا زادة على السوبرليغ اللي رجعت مرة اخرى للواجهة بعد اعوام التالي كان احتيت على انو سوبرليغ متنجمش تصير لكن اليوم نحكيوا على اندية اوروبية قاعدة تتنافس مع اليوفا ومع الفيفا على السوبرليغ دون كش نعملوا حاصلة كاملة على الحاجات اللي صالوا معك عزيزة اكيد سوسيو وكنا نحكيوا على الاقتصاد الرياضي العام 2023 اكيد الباطل امتعوا بشكون السعودية خطرنا نشوفه في برشا في اكثر من فلو خارج من السعودية قاعدين تحط في برشا فلوس على الرياضة وعلى الكرة بالتحديد وبدايةها وبدايةها بالانتقالات في الفترة في فترة انتقالات الصيفية نحكيوا اكثر من عشرات اللاعبين اللي جابتهم السعودية بارقام خيالية ونحكيوا هنا سورتو اسيمة الارقام من جهة الشهاري من جهة الساليغ على خطر اغلبيتهم جابتهم في انتقال حر نونك نعطي شوية ارقام من مشهاري اذوما من اللاعبين اذوما اللي هو في المرتبة العاشر نحكيوا مارسيلو بروزوفيتش اللي جاي من الانتر وانتقال لنيدي الناصر يقف في 24 مليون يورو في العام في المرتبة التاسعة خالدوك كوليبالي اللي انتقال من نادي تشيلسي للهلال يخفي 35 مليون يورو ساديو ماني كيف كيف 39 مليون يورو في الناصر جاي من باير ميونخ بعدو هندرسون اللي هو جاي من ليفربول للاتفاق 42 مليون يورو فبينو كيف كيف يخفي 42 مليون يورو رياض محرس 45 مليون يورو نقولو كانت 97 مليون يورو جاي من تشيلسي للاتحاد وهذه صفقة كانت عاملة برشة ضجة في السعودية وفي العالم الكل نايمار كيف كيف يخفي 161 مليون يورو اللي هو من اخر الانتقالات اللي نحكيو عليهم في الفترة الصيفية نايمار مشيه للهلال من نادي بيس جاي كريم بنزيمة كيف كيف اولى الصفقات اللي فتحت بها السعودية المركات المتاحة بيخو 200 مليون يورو في العام وكريستيانو رونادو اكيد في المرتبة الأولى 105 مليون يورو انتقال من ماشيستر رونادد للنصر نحكيوه هنا على ديساليغ وساما كبار برشة حتى في الأوروب ما يخلطوش يعطيو العشر رمتاحهم خالي يقولو خاطر برشة لعبين نلقاهم كانوا يخرصوا في 85 مليون يورو يلقا روحهم يخرصوا في 50 و40 مليون يورو في السعودية نتخيل هذك بيش سعودية نجمة تستقطب العدد الكبير متاع لعبين هذوما وهذه اول خطوة عملتها السعودية وساما بيش تدخل وقلو احنا العالم الرياضة اقتصادية خاطر كما تعرف عندها برشة ديسوبجيكتيف السعودية منهم الكوب ديوموند ودي تجابش حكيو عليها شوية اخر الكوب ديوموند اللي خلاتها السعودية اللي بيش نظمها 2034 نلقا برشة فلوس بيش تتحد بغلما ما ما زالوا الانتقالية حسبا نشوف ما زالوا قاعدين جايين انتقالية اخرين وما زالت بش تشوفوا الدوري السعودي في في ابها حلة خلينيقوله العام الجاي العام الجاي صرتوا انه كي نحكيو على زيدا انه اليوم معانت الاسعودية اللي نحكيو زيدا على انديا حتى من الدرجة الثانية السعودية قاعدة هي معانتها تخرج معانتها النّاس ما في برشة اخبار وسمعنا اللي يفهم القادسية السعودية اللي هو موجود في الدرجة الثانية السعودية يحب ياخو يشري في المريكاتو كان نطلع على ديفيزيون 1 دونك حبي ياخو دوبراين متاع منشستر سيتي نحكي وزيد على برشة ملعبية اللي يخموا وزيدا هما بش يمشيوا للسعودية بعد ما كان زيد الفينومان بعد ماسي مشاء لأمريكا ورينا زيدا ملعبية مشاء لأمريكا لكن تقسم العالم الرياضي ما بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ما بين ماسي وما بين كريستيان لكن حسما نشوف الجهة متاع كريستيان وجهة سعودية غلبة برشة سورتو السنة خاطر في أمريكا شكو نلقا ومشيها بار ميسي وبوسكيتس وقالبا ويمكن يخلط عليهم السواريز الملعبية اللي هما أصدقاء ميسي أكيد دونك ما فاماش برشة فلوس تحادت بوهم مقولش فلوس خاطر قاعدين يتحطوا في فلوس من جهة أخرى أمريكا سورتو على الملاعب وعلى البنية التحتية لكن من جهة اللي عبين ما فاماش برشة انتقالات مشيولة الأمريكا في نفس عدد دخلي نقولوا الانتقالات مشيولة السعودية ونجع لك نقولك رئيس السعودية عدد الزوبجيكتيف أخرين أبجيكتيف كبار كيما لتنظيم كأس العالم اللي دجاء ربحت ربحت في تنظيم كأس العالم لألفين واربعة وثلاثين وبش نحكيه شوية فلوس خاطر ما لحقيقة ما زال معانيش فكرة على الفلوس اللي مش تصرفهم السعودية في الكوب ديمان ديكا لكن حاولوا نقربوا احنا شوية بالمقارنات كيما نشوفوا ناخذوا مثلا من عام أربعة وتسعين اللي كأس العالمي استضافته أمريكا صرفت 0.5 مليار أورو فرنسا عام ثمانية وتسعين 22.3 مليار أورو كوريا الجنوبية واليابان 2002 7 مليار أورو ألمانيا 2006 4.3 مليار أورو جنوب أفريقيا 2010 3.6 مليار أورو برازيل 2014 15 مليار أورو وروسيا 2018 11.6 مليون أورو ونتعدي وسامة للشفر الكبير برشا اللي هو قطر 2022 صرفت 220 مليار أورو يعني أكثر بعشرة مرات ولا بعشين مرات من مريكا كوب ديمان ديكا اللي خبالهم برشا عبيت قالوا الفلوس هذي زيدة برشا معناه مصاريف زيدة بالتنظيم كأس العالم لكن بعد شفنا وخارجت قطر الفلوس هذي وينه مشيت خاطر نلقاهم من ثمانية لعشة مليارات دولار مشاول الستادات خلينا نقولوا اللي هما بناء الملاعب الجديدة على خاطر ما كانش عندها برشا ملاعب قطر 36 مليار أورو نحكيه هنا على على مشروع مترو الدوحة وحده اللي كان وسيلة التنقل الرئيسية خلال البطولة هذي وكيف كيف فما مشروع اللؤلؤ اللي هي سلسلة من الجزر الاصطناعية بنيت على ساحل مدينة الدوحة لعب الدور كبير زيدة في استضافة ساحين خلال البطولة هذي وتكلف مشروع اللؤلؤ 15 مليار أورو وأغلب الاستثمارات الأخرين نمشيوا في قطاع الفندقة والنقل باش نقولوا احنا يخليوا يخليوا الزوار البنية التحتية باش يخليوا الزوار يتنقلوا ويعيشوا في ظروف في ظروف أمنة وفي ظروف سليمة هنا نتصور المبالغ غذية باش يكون أكثر منها في كوب دو موند 2034 وقبلها زيدة كوب دو موند القادمة زيدة اللي باش تكون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك زيدة هي صحيح ديجا في الولايات المتحدة الأمريكية موجودين الأستاذ لكن زيدة نخمو زيدة على المكسيك وكندا زيدة هما باش يكون عندهم زيدة ديستاد الهني المكسيك اللي معروفة زيدة رياضيا بتاريخ كبير برشا الولايات المتحدة من عام 94 براتيكو هم اللي نظمت كوب دو موند وبدأت الكورة بشوية بشوية في في أمريكا برغم اللي هي مهيش اللعبة الشعبية الأولى في الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية كيما الامبياي معانته وكيما البيزبول الأمريكا وكيما كيما برشا رياضات أخرى كندا اللي براتيكو ما بش تكون فيها زوز مجموعات ولا ثلاثة مجموعات في كوب دو موند هذي نحكيو زيدة على مصاريف كبيرة برشا واللي تتحسب باليوم معاش نحكيو على كورة القدم كرياضة لكن زيدة نحكيو على كورة القدم على استثمار وذكاء استينايزر ما تخيلش انو ما تخيلش انو الكوب دو موند جاي بش تتصرف فيها فلوس كيما قطر خطر كل شيء حاضر هو ديجا ماتين وعشين مليار رو بحقا مبوسيبل يخلطوهم ها كريت اللي كوب دو موند اللي فاتوا الكل اكثر بلايات صرفت هي روسيا 11 مليار معنى فما فرق متاع متاع عشرين مرة رو نحكيو هنا ما بين روسيا وما بين قطر دونك ما تخيلش كن امريكا مش تواصل على نفس المنويل لكن السعودية ما نعرش على خاطر عندهم بنفس اللوجيك البنية التحتية متاحهم ما هيش حاضرة 100% دونك يستحقوا برشا فلوس بشي حاضر وشي حاضروا كوب دو موند ما كتعرف اهي الهنية معتك نحكيو زيادة على الفلوس بالنسبة الولايات المنتحدة الامريكية مش بشيكون في البنية التحتية مش بشيكون في استعداد لكن بشيكون على مستوى البث التلفزيوني بالنسبة للكوب دو موند هذي خطر فاموا برشا حديث انه بشيكونوا كيما فيسبوك كيما جوجل كيما ميكروسوفت طب بشيكونوا برشا فلوس على الناحية متاع الديجيتال وهذا اللي خلينا نحكيو على الكورة متاع كوب دو موند اللي زادة هي استثمار كبير برشا وخليو نحكيو على كورة ذكية اي كيد الكورة الذكية هذي كانوا هما كانوا دجا جربوها في كوب دو موند قطر في في مباراة من المبارايات الكورة هذي وسيمة هي عبارة على على كورة قدم عادية بنفس الميزان دونك ينجموا يلعبوا بها الرياضة هذي ما غير حتى اقلق لكن في وسط فاما دي كابتوغ دوما يخليوا يخلي تعاون لجوج دوتوش وحكام الفار انهم يعرفوا موقع الكورة هذي في في اكثر من خمسمائة مرة في في السوقوندا انا بكيقولوا اكثر من خمسمائة مرة في السوقوندا معناها معناها تنجم تعرفها في كل تتعرف التخاجين متاع الكورة منين نمشي لوين وصل بالتحديد زادة دونك وبشيكونوا معاها زادة دي كابتوغ واخرين دايرين في التيران باش تعاون حاجات كيما هكا وسيمة انو التحكيم وقولوا احنا تكون الكورة بالضبط عادة كل واحد كل فاريق يعطي الحق متاعو لكن فرد برشا فرد وقت برشا عبيت قالوا انو الحاجات كيما هكا ينحيو القوم تاع الكورة لكن وفانت كنتو نشوفوا برشا في راقة تظلم في الدوريات الكبرى وحتى في الدوريات الصغرى نونك ماذا بينا نحاولوا ننقصوا احنا شوية في الريسك متاع الظلم متاع الانديها ذي واضح بعد الفار دونك نحكيو على الكورة الذكية نجيو تول معنا الحاجة مهمة برشا تحكي عليا زادة الفترة الاخرينية اللي هو سوبر ليج هو سوبر الاوروبي محكمة العدل الاوروبية قالت انو من حق الانديا انهم يعملوا منافسة ما بناتهم خارج قوانين اليوفا وخارج قوانين الفيفا نذكروا اللي القضية هذي او المشروع هذي بداية عام الفين وواحد وعشرين باثناش النادي اوروبي على رأسهم برشلونة وريال مادريد الكونسبت كامل متاع السوبر ليج هذي انو الانديا تكون عندها مدخيل كبيرة خارج قوانين اليوفا والفيفا اكزاكتو مو هذي اللي صار زادة دجا في افريقيا طونا نرجوه لها شويخ للسوبر ليج الافريقية لكن في الاوروبا وسيم هاك قلت دجا القضية بداية عندها مدة وفينالما خرج القرار انو السوبر ليج تناجم تصير في افريقيا في في الوروبا سامحني مغير حتى عقوبات على الانديا المنظمة للسوبر ليج هذي خاطر اكيد اكيد انو الوافا ما كانتش معا تنظيم السوبر ليج بوسك لما داخل هذي في عوض باش تمشي لها هي باش تولي تمشي الانديا ديريكتو مان 100% اكزاكتو مان 100% دنك توالي اللي حكاية معاش تساعد الوافا والاتحاد الدولي لكورت القدم ولكن هذي اللي صار في افريقيا خاطر في افريقيا باش نعطي فكرة شوي على 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 الفالور متاع متاع الربحين معنا الجوائز فما راو سيما نقول احنا مئة في في افريقيا سنة عملوا مئة مليون دولار جوائز اكاهاو والريبح يخو عاشة مليون دولار اللي هي تتسمى اثنين اللي هي في الاربع مرات قدل الشمبيونز ليج الافريقيا خاطر في الريبح في الشمبيونز ليج الافريقيا يخو ثنين فاصل خمسة مليون دولار دونك هاك فهمت شوي انتي اللي فالور وان ترم دو كو وان ترم دو شيف خل السوبر ليجة ديه كيفاش تتمثل السوبر ليجة ديه كما قلنا بديت باثناش نادي عام الفين واحد وعشرين على رأسهم الريال وبرشلونة ونادي اليوفي وكان فهمة زيدة ارسونال تشلسي ليبركول مارشيسر سيتي مارشيسر يونيتد توتنهام لنتر زيدة من ايطاليا نابولي في وقت من الاوقات لكن بعد رفض المحكمة وبعد انه تهديدية متاع الفيفا انهم تعاقب الاندي هذي انسحبوا من المشروع هذيه براتيك مو كانت زيدة اليوفي على مع ريال مادريد وبرشلونة لكن زيدة اليوفي انسحبت من المشروع هذيه بقات الريال وبرشلونة وحدهم في اسبانيا بعد القرار اذيه بتاع المحكمة العدل الاوروبية جدل كبير على الموضوع اذيه حتى رئيس الففا اخرج قال الريال وبرشلونة نجموا تنظموا كومبيتيشون واحدكم مع انت زوج جمعياتك هاو هذا بتبيع ما يصيرش مع انت ما عنده حتى معنا اذا ما يكونوا ش فهمة عندك برشة انديا وبرشة جمعيات يلعبوا دوك لهنا يظلي قضية مازالت بشتتواصل عام ٢٠١٤ اكيد مازالت بشتتواصل خاطر الانديا الاندي اللي سميتهم الاخناش النيدي اللي بديوا هما القضية مازالوا ما على فاكرتهم لكن جوش تحسب برايه كانوا خايفين شوية من العقوبات اللي تنجب تتصلت عليهم من كلك سوام الدوريات اللي لعبوا فيها معناه من بين الشامبنونس ديك ولا البطولات المحلية اللي لعبوا فيها دونك نتخيل القضية مازالت متواصلة وين بشتواصلوا وقتيش بش نجمو نشوفوا سوبرليجة دي كل مازالنا بنعرفوش لكن طو بالوقت نعرفه اكيد بشن نختمو طوى بميركاتو الميركاتو ما عاش نحكيو على ميركاتو بالنسبة للعبين ولين نحكيو على ميركاتو بالنسبة للجمعيات بعد شراء نيو كاستل منتعرف الصندوق للسعودي لاستثمار بعد انو زيدا نلقاو سعودية قطر البحرين زيدا الامارات وغيرهم مثلا الامارات قاعدة تبني في الاستاد الاسبونسور متاع برشة الجمعيات في اوروبا نجيو طوى لي اخر خبار ليميت دي زيدا اخبار اثار الجدل الكبير برشة في ايطاليا ونحكيو على بيع نادي الميلان اكزاكتو مو نلقاو في القرية صحة في ايطاليا انو صندوق الاستثمار عربي مرتبط بصندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط لشراء نادي اي سي ميلان وقال صحيفة الاريبوبليكا الايطالية انو صندوق يسعى لشراء مية بالمية من اسهم النادي وهذا يعني السيطرة الكاملة على النادي وهذا بطبيعة بعد ما نشوف البرود الصعيب اللي يتعادى بها النادي الميلان في الموسم هذا نحكيو هنا على بطولة نحكيو على انو بتعد على المنافسة على لقب الدوري الايطالي وكيف كيف حسب الصحيفة السعودية فانو السعودية تريد دفع القرض اللي حصل عليها جيري كاردينالي مالك ميلان ورئيس مجموعة ريد بيرد من صندوق اليوت دونك يعني ش بش تعمل هنا السعودية بش تخلص القرض اللي اخذاته الميلان اللي هو تبلغ قيمته 550 مليون اورو بالاضافة الى سعر الفائدة وهكا تولي السعودية مالكة لنادي ميلان وبش تكلف لها كيف كيف حسب نفس التقرير الصحفي بش تكلف نادي ميلان على السعودية 1.5 مليار اورو دونك نحكيو هنا على برشة فلوس كيف هي بش تحط على ميلان شنية العائدات المتاعهم بعد اسكو بش يدخلوا منه فلوس ليه بش يربحوا منه حاجة اخرى كيف 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 ذا كل ما زلنا منعرفوهوش واضح زيدة فما حاجة اخرى يمكن زيدة مع الموضوع ذا اللي مانشستر يونايتد زيدة من المنتظر انه زيدة انه يتم بايحها زيدة الى الامارات دونك لهنا زيدة نحكيو على انه اليوم الانديا اوروبية يمتلكها العرب في في اوروبا خانتيو فكرة للمستمعين بتاعنا على همهم هم الانديا هذه الاوروبية اللي يملكها العرب او انه نحكيو زيدة على ديزوم دافير كبار برشا عنده مستثمارات كبيرة برشا شيفيد يونايتد دونك لهنا الانجليزي اللي يملكو دونك لهنا نحكيو زيدة من الدول الخالجية الميريا الاسباني زيدة يملكو في السعودية أستون فيلا الانجليزي باريسان جرمال فرنسي اللي يملكو جهاز قطر للاستثمار منشستر سيتي وكي ما نعرفو الناس الكل الفلوس الكبيرة زيدة الاستثمارات الكبيرة في الملعبية في منشستر سيتي نيوكاسل يونايتد كي ما قلنا نفس الصندوق اللي استثمار سعودي اللي يخذي نيوكاسل اللي يحبي يخو ميلان ما لقى الاسباني هال سيتي زيدة من رجل أعمال مصري دونك يا دونك يا دونك أهم الانديا اللي يملكوها سوى في الخليج أو مختلف الصناديق الاستثمار دونك لهنا نحكيو زيدة على الاستثمارات كبيرة برشا كنا في السابع حكينا على الاستثمارات صينية في اللي في العالم انتوا نحكيوه على الاستثمارات العربية في كورت القدم هاي من المياه كبيرة على الخليج العربي خلينا نقول هاي من المياه كبيرة على الاقتصاد الرياضي والسلترون نحكيوه هنا على رياضة كورت القدم نلقاهه في الملع esqueる Daily over Mininars نحكيوه في جامعياتي نظمه في مشابقات كبيرة برشا يشريوه في ملعبية في كل بلاسة موجودين سعودية وقتر والخليج العربي والخليج. ياتيك الساحة عزيزة. راجعين معكم شوي آخر. مواسطين معكم حتى للتسعة. راجعين بعد.